السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم محببكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تمة وبطبعات الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدات اليوم الإخوان غدي نتكلموا على الادعاءات الكاذبة من سلطنة خي كتقول باللي المخزن حوال أن يهدم منزلها وهدش بطبعات الحال بتواطئ مع وكلة الأنباء الجزائرية اللي ما عندها شغل وما عندها شي خابر غير المغرب والمملكة المغربية حتى رجعنا الإخوان يعني كنتظنوا بلي هاد الوكالة من كترة ما كنتنشر الأخبار المغربية أنها متخصصة إلا للأخبار المغربية كذلك عدم علم جيدو اللي مشتبه دل في تركيا وشنو غدي دير أردوغان غدي يسمح فيه ويطير الإمارات بقوا معي الإخوان شوفوا التفاصيل دي لهاد الموضوع دائما اللايك والبرتاج لهاد الفيديو كذلك الاشتراك المتابعي الكرام شكرا جزيلا للدعم ديلكم المتواصل شكرا للايكات ديلكم التعليق ديلكم الجميلة جزاكم الله خيرا ودائما احنا مستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغريبي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية وكذلك رح نستمرين في فضح النظام العسكري الجزائري فضح المناورة دياله الأكاديب دياله التاريخ ديال هاد العصابة على بركة الله غدي ندخلوا صور بالموضوع وغدي نبدأوا بسلطة ناخية غدي تخرج وكالة الأنبأ الجزائرية وغدي تقول باللي هاجمت عن ناصر من الشرطة الاحتلال المغربي ديال المغريب محتل بلاده في وقت متأخر من ليلة البارح اتعائلات المناضلة الحقوقية سلطانة خية بمدينة بوشدور المحتلة بواسطة شاحنة كبيرة اقتحمت جدار المنزل بغية إرهاب وقتل أفراد العائلة وإرهاب الناشطة الأمريكية روت مارك دونوف المضربة على الطعام بالمنزل منذ يوم 4 ماي الجاري اخواني أخوتي أول حاجة بعدها ما نتكلموا فيها هو هدي اللي كيقولوا عليها المناضلة الحقوقية هاد الانفصالية هاد المرتزقة هاد تفضحات أمام الأمم المتحدة وحاليا كيعتبروها ما حقوقية ما حتيش حاجة كيعتبروها انفصالية كيعتبروها تدعو إلى الفوضى وتفضحات بالأكاديب ديالها خصوصا الإخوان من اللي انشرات صور ديال أطفال اللي قلت بلي هادو أطفال ديال مخيمة ديال تندوف وتتضح بلي هادو أطفال ديال الغزة وهدي أكبر فضيحة لهاد الانفصالية نرجعوا للموضوع ديالنا الإخوان هنا هاد الإعلام الجزائري أو هاد الوكلة الأنبأ الجزائرية اللي ما عندها لشغل لمشغلة من غير الأخبار ديال المغرب هاد الإعلام اللي كيركبوا على الموجة شنوقع الإخوان يعني الحادثة حادثة عادية ممكن أنها توقع في أي بلد يعني توقع في العالم كامل ولكن القراغنة يعني كيركبوا على الموجة اللي وقع أن هاد الشحينة اللي هي يعني من الحجم الكبير ديال إحدى الشركات كان سائق ديالها يعني مخمور ارجع مارشاريان وهو يضرب في الغارج ديال المنزل ديال انفصالية سلطنة خياء هاد المكلخين واش هاد الانفصالية لو كان لكيما كيددعوا بلي المخزن بغي يقتمح المنزل ديالها واش صعبة عليهم والمغرب لو كان بغي يعني يدير هاد شي أو يسلك معها هاد طريق ما غادش يتسنح تلدبع وأصلا يعني السائق ديال الشحينة لو كان بغي يقتحمي يعني البيت ديالها وكيما كيددعي بغي يقتلوا العائلة ديالها ويقتلوها ما غادش يمشي للغاراج اللي باينو يعني معروف بلي غاد يكون غاراج فارغ ما في حتى شي واحد وهاد الأخبر الإخوان أو هاد الخبر تناولاته يعني الصحفة المغربية لجرائد المغربية لأن هاد شي أمر طبيعي ما عندنا ما نخبيه ما عندنا علش يعني نخبيه هاد الحادثة يعني هاد حادثة عادية ممكن توقع في أي منزل وهاد شي يعني ما كينش هدم كما كتلاحظوا في الصورة يعني كينشوقوا في المنزل ديال هاد السلطانة خية يعني حادثة عادية ممكن توقع يعني في أي بلصة في العالم ماشي كما كيددعي وبيلي يعني راه الهدم يعني بغيين هادوا يركبوا على الموجة وبغيين يركبوا على الأحداث هنا كتقول الصحفة المغربية خصوصا يعني الجريدة ديال الأول كتقول بلي سائق شاحنا كان مخمور يصدم بواجهة محل سلطانة خية هاد الانفصالية وكيتسبب في شقوق بحائط محلها والنيابة العامة تفتح وتحقيقا هذا ما كان يعني أمر عادي خبر عادي ممكن يوقع في أي منزل وفي أي بلد أو يعني في العالم كامل ممكن يعني هاد الحديث يوقع هاد السلطانة خية يا إخوان هاد الانفصالية العائلة ديالها كاملين يعني أخوتها أمامها أخوالها كيقولوا أو كيقولوا عليها انفصالية وكذلك يقولوا احنا يا مغاربة أبن عن جد والوطن ديالنا أو يعني بلادنا هي المغرب وملكنا هو جلالة الملك محمد السادس السادس حفظه الله ولكن الإخوان هاد سلطانة خية هاد يراها انفصالية هاد يعني هاد الموسلسلة هاد الأفلام لي كديرا كتخلص عليهم عاملة الكابراناتة عاملة الانفصاليين هذه هي خدمتها هي أنها تروج لأكاديب باش يعني تضرب في السمعة دي المملكة المغربية ولكن هي معروفة باللي غير واحد الانفصالية كتشجع للإرهاب كتشجع للفوضى وحتى الأمم المتحدة يعني عقد بالأعلى عب ديالها وبالفوضى اللي كدير ومؤشرات كتقول بلي هاد المسلسل اللي كديره سلطانة خية ما بقى لوالو وتوصل حلقة الأخيرة يعني ما بقى لوالو غادي تسالة ده بغني نمرو يا الإخوان العبد المجيد هو clarity لتركيا وكذلك كيفاش أوردوغان يعني كيسمح فيه وكيخليه وكيطير الأمورات أول حاجة غادي نرجع لها هي الزيارة ده العبد المجيد لتركيا والمعلومات شنو كتكول المعلومات كتكول باللي أوردوغان ما كانش بغي يستقبل يعني عبد المجيد وكيدي ان يعني ما كانش بغي يستقبله فتركيا ولكن يعني اللي مع يعني الوزارة اللي مع أوردوغان قالوا له يعني راه معناه معه مصالح معه مع hakkار اقتصاد أعاد لهم يجب أن يجب أن يذهب ولكن أردوغان قبل أن يذهب إلى عبد المجيد كان شرطا على أردوغان قبل أن تذهب إلى التركيا لأننا نرى بإعلام الجزائري ما جبتش حس ديال الصحراء علاش لو كان الإخوان يعني تكلموا على الصحراء المغربية غدتلقى الصحفة الجزائرية الإعلام الجزائري ما عندهم شي خبر من غير أن عبد المجيد تكلم مع أردوغان على الصحراء المغربية ولكن صعيب عليهم أنهم يكذبوا على رئيس دولة يعني بحال أردوغان كانوا يعني يكذبوا على هولندا كذبوا على إيطاليا ولكن هنا يا منك يتعلق الأمر بالرئيس دولة ما غدش يقدروا يكذبوا عليه لأن الدولة كتراجع الكلام اللي ضار بين دهما يعني الكلام اللي كان ضاير ما بين أردوغان و عبد المجيد يعني أراه كتراجع هذا يعني كيتنشر وأكيد أكيد يعني عبد المجيد غادي يندم علاش مش تزار تركيا و علاش مش تتلقى مع أردوغان علاش لأن يعني أردوغان ذا بصافي يعني عقبي بلي هذا عبد المجيد هو مختل عقليا يعني بتصرفات كي ديرهم يعني واحد الحركات كي ديرهم이었ه Zu مختل عقليا هنا شنو كي قولوا عليه الجزائريين يقولون أن عبد المجيد هو طبيعي وعفوي ولم يتصنع ولكن هذا هو البروتوكول وهذا يعرف ديبلوماسيا ومن يتلقمها رئيس دولة ماشي من يتلقمها صاحبك او انك ركف شمقها وقلس مع صاحبك وكتقشب معهم وضحك معهم وماذا تصرفات بين الأردوغان باللي عبد المجيد مختل عقليا يعني أردوغان يختار له واحد الانطباع السيء شنو غديدير أردوغان غديسمح فيه وغديخليه في القاصر وغدي يخد سيارة ديالو ويمشي المطار باش يتاجه يمشي للإمارات العربية المتحدة باش يعزي محمد بن وزايد يعني فيه فيه وفاة يعني أخوه خليفة هنا يعني من المفروض أن هاد عبد المجيد لي كان جاي لتركيا يعني أول حاجة كان غديديرها غدي يمشي للإمارات العربية كذلك بحال يعني الرؤساء ديال الدول وغدي يمشي ويعزي محمد بن وزايد عادي يمشي لتركيا ولكن عبد المجيد كان زربان وفي الأخير المطاف فرجع بواحد خيبة أمل من تركيا مويمة الإخوان حتى اللي هناك نكون وصلنا النهاية لهذا الفيديو الدعم واللايك والبرتاج لهذا الفيديو شكرا جزيلا للدعم ديالكم شكرا جزيلا للبرتاج والاشتراكات ديالكم جزاكم الله خيرا شكرا كذلك التعليق ديالكم الجميلة تعليق ديالكم طيبة وبطبيعة الحال راني كناخدها بعين الاعتبار سواء يعني كنت تعليق إيجابية أو سلبية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر